قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت طائرة هليكابتر أوكرانية منتراز 117 قرب سولفاويانيكسك في شرق أوكرانيا وطائرة أخرى منتراز 25 في منطقة خركيف وأضافت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخ روسية طويلة المدى دمرت مستودعا في منطقة صناعية بمدينة أودسا جنوبي أوكرانيا وأشارت إلى أنه كان يحتوي على صواريخ مضاد لصفن منتراز هاربون قدمتها دول حلف شمال الأطلنطي لأوكرانيا قامت بمجلس للتحاد الروسي إن تهديدات كييف بمهاجمة القرم تؤكد ضرورة نزع السلاح في جميع أنحاء أوكرانيا وأضاف كليشاس أن عدم نزع السلاح في أوكرانيا يمثل خطرا وتهديدا جائما لبلاده ومواطنيها وبنيتها التحتية بحسب تعبيره وكان المتحدث باسم رئاسة الروسية داماتري باسكوف قد أعلن في وقت سابق أن الجيش الروسي يتخذ كل ما يلزم من تدابير لضمان أبني شبه جزيرة القرمة مؤكدا أن التهديدات التي يطلقها الجانب الأوكراني معروفة للسلطات الروسية ويتم أخذها في الاعتبار أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا ميخايل ميزانسافا أن القوات الأوكرانية لغمت جسرا في مقاطعة زابروجيا لاتهام القوات الروسية بتدمير البنية التحتية وأضاف أن العسكريين الأوكرانيين يواصلون استخدام المؤسسات التعليمية والمرافق الاجتماعية لأغراض عسكرية ونشر أسلحة ثقيلة في الأحياء السكنية في سلوبيان نسكل بالإضافة إلى خاركايف وأوديسا مؤكدا أن القوات الروسية لا تشن ضربات على أهداف مدنية من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تعزز موقعها الدفاعي في المناطق التي تسيطر عليها في جنوب أوكرانيا وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن التعزيزات تشمل حركة القوات والعتاد بين ماريوبول وزابروجيا وفي خير السون مشيرة إلى أن القوات الروسية في مليتوبول تزيد من الإجراءات الأمنية قالت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 4.830.000 لاجئ منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأوضحت الوكالة أن البلاد استقبلت أمس نحو 23.600 لاجئ وفدين من أوكرانيا مقابل 25.100 لاجئ في اليوم السابق عليه فيما غادر مليونان وتسعمائة ألف لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قاذفات وإطلاق سواريخ على المناطق المحيطة بالمنشأة في جنوب أوكرانيا ومن المرتقب أن ينظر وزراء الخارجية لدول الاتحاد في أمور عدة من بينها مقترح للمفوضية الأوروبية يقضي بحضر مشتريات الذهب من روسيا لمواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع تلك تابعة لشركائه في مجموعة السبعة كما يهدف مقترح أخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي إلى ذلك منعت الخلافات بين وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بمجموعة العشرين من إصدار بيان رسمي في ختم اجتماعاتهم في جزيرة بالي الإندونيسية من جانبها أصدرت إندونيسيا بيانا صحفيا أوضحت فيه عدم وجود تواثق بين كبار مسؤول قطاع المال في دول مجموعة العشرين بشأن أزمة الغزاء العالمية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية بخفة حنين انتهى اجتماع كبار مسؤول قطاع المال في دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية حيث لم يصدر بيان مشترك بسبب خلافات بين الدول حيال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وبدلا من البيان الختمية أصدرت إندونيسيا التي تحاول التوفيق بين حيادها في النزاع من جهة واستضافتها قمة مجموعة العشرين لهذا العام من جهة ثانية بيانا باسمها ذكرت فيه هذه التناقضات هذا البيان الإندونيسي جاء فيه أن الكثير من الأعضاء اتفقوا على أن تعافي الاقتصاد العالمي قد طباط ويواجه انتكاسة كبيرة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا والذي تمت إدانته بشدة كما تحدث البيان عن عدم وجود توافق في الأراء بشأن أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية مضيفا أن غالبية الأعضاء اتفقوا على أن هناك زيادة مقلقة في عدم أمن الغذاء والطاقة الاجتماعات شهدت مواجهة جديدة بين الغربيين الذين يحملون موسكو مسؤوليات التأزم الاقتصادي العالمي والروس الذين يحملون الغرب مسؤولية تدهور الاقتصاد العالمي من خلال العقوبات التي فرضها على موسكو وخلال الاجتماع الذي استمر يومين سعى المشاركون إلى إيجاد حلول لأزمتي الغذاء والطاقة الدوليتين وتسارع التضخم دون التوافق على توصيات تحقق المأمول أفادت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية أن سلسلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أقرها البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة فقمت الضغوط على البنوك المركزية حول العالم ودفعتها لأن تحذو حذوه لمواجهة التضخم المرتفع وارتفاع قيمة الدولار وكشفت الصحيفة عبر موقعها الرسمي أن ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالية بما في ذلك إقرار أول زيادة قدرها 75 نقطة منذ عام 1994 والمخاوف بشأن صحة الاقتصاد العالمية أدت إلى دعم الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات قالت الحكومة الروسية أنها زادت حصة صادرتها من زيت وبدور عباد الشمس مشيرة إلى وجود إمدادات محلية كافية وكانت روسيا قد حذرت تصدير بذور عباد الشمس منذ نهاية مارس حتى نهاية أغسطس وفرضت حصة كبيرة على تصدير زيت عباد الشمس لتجنب نقص المعروض في البلاد وتخفيف الضغوط على الأسعار محلية وقالت الحكومة أن حصة تصدير زيت عباد الشمس زادت بمقدار 400 ألف طن على الحد الأقصى السابق للتصدير البالغ 1.5 مليون طن في حين رفعت حصة تصدير بذور عباد الشمس بمقدار 150 ألف طن وكانت تبلغ من قبل 700 ألف طن أكدت الأمم المتحدة أن 32% من إجمالي واردات القمح في إفريقيا من عام 2018 إلى عام 2020 جاءت من روسيا وأوكرانيا مشيرة إلى العقوبات الغربية ضد روسيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما ترك ملايين الأثارقة يواجهون عدام الأمن الغذائي ويهدد استقرار الدول الإفريقية وأضافت الأمم المتحدة أنه توجد حاليا أكثر من 12 دولة أفريقية تعتمد على الواردات من روسيا وأوكرانيا للحصول على أكثر من 50% من إمدادات القمح مع اعتماد الصومال وبنين على روسيا وأوكرانيا للحصول على 100% من إمدادات القمح ووفقا لللجنة الدولية للصليب الأحمر واجه نحو 340 مليون شخص في أفريقيا نقصا حادا في الأمن الغذائي وإلى كندا حيث بلغ معدل التضخم في شهر مايو الماضي نحو 7.7% ليقترب من أعلى مستوى في أربعة عقود ووفقا لمسح أجراه بنك الطعام الكندي فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% العام الماضي مما أكبر ما يقرب من ربع الكنديين على تناول كميات أقل وقالت المنظمة الخيرية أن أحوى نصف الكنديين الذين يقل دخلهم السنوي عن 50 ألف دولار كندي يكافحون من أجل توفير ما يكفي من الطعام طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك الشركات التي لديها مساحات مكتبية للمشاركة في توفير الطاقة وذلك استعدادا لأزمة محتملة في الإمدادات وفي الوقت نفسي شدد روبرت هابك على تأمين إمدادات الطاقة بشكل خاص للأسرة والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات ودور المسنين ومرافق الرعاية توقع الاتحاد العام للصناعة الإيطالية أن يتاجه اقتصاد البلاد إلى الانكماش بسبب تداعية الأزمة الروسية الأوكرانية وأضاف الاتحاد أن النمو الاقتصادي أعاقه عوامل مختلفة منها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وارتفاع تكليف الشركات مع انخفاض مهوامش الربح ومحدودية القوى الشرائية للأسر وارتفاع أسعار الفائدة وضعف التجارة الدولية ووفقا للاتحاد فقد أظهر الانتاج الصناعي لإيطاليا بعد المرونة حيث تعافت السياحة وأيضا نمو صناعة البناء مددت نيزولندا تقليصها للضرائب على الوقود لمعالجة ارتفاع التضخم وتخفيف الأسعار في أسعار البنزين وقالت وزارة المالية أن الحكومة ستواصل الإجراءات التي خفضت الرسوم على الوقود بواقع 0.15 دولار للتر الواحد حتى نهاية يناير وخفض الرسوم النقل العام واستخدام الطرق وصلت شركة الخطوط الجوية الإسكندنافية ونقابات الطيارين مفاوضاتها بشأن اتفاقات جماعية جديدة بعد التفاوض من أجل إنهاء الإضراب المستمرة منذ 14 يوما وتواجه الشركة المملكة بالأساس للسويد والدنمارك صعوبة في مواصلة المنافسة على خفض التكاليف منذ سنوات قبل أن تضرب جائحة كورونا قطاع الطيران